نتطرق إلى السؤال الآخر وهو كيف يتعامل الأباء مع الأطفال الذين يصرون على الصيام ويعرضون الأباء لحرج أمام إدارة المدارس طبعا المدارس هنا نظام التعليم فيها نظام جيد جدا ويعني يراعي كل تفصيلة من تفصيلات حياة الطفل حتى في ملابسه وفي تصرفاته وتعاملاته حتى مع زملائه في الفصل ومن ثم كانت هذه التحذيرات التي أشارت إليها بعض الجمعيات الحقوقية للإنسان والأطفال أن الأطفال قد يواجهوا احتمالية فقدان التركيز في اليوم الدراسي بالفعل ودية بتضع أولياء الأمور في حرج لأن الطفل عنده دافع التحدي هو يريد أن يتحدى نفسه أولا ويزبط نفسه أمام زملائه وأمام أكرانه أنه يستطيع الصيام وأنه بلغ من السن التي تؤهله إلى أن يتحمل وأن يكون على قدر كافي من الصيام لكن دائما يكون التواصل بين الوالدين وبين إدارة المدرسة وبين إدارة النادي التي يتضرب فيها الطفل وبين أي إدارة تشرف على نشاط طلابي لابد دائما أن يكون هناك تواصل بين الفريقين ليه؟ لأن زي ما قلت المجتمع النمساوي الآن يعرف تماما ما هي شهر رمضان ويعرف الصيام بالنهار ويعرف التراويح في الليل ويعرف هذه الشعائر المقدسة لدينا في شهر رمضان ومن ثم التفاعل مع المجتمع مع إدارة المدرسة أن الولد يصر على الصيام من نفسه وعنده الدافع الداخلي نحن نرحمه ونعطف عليه ونخاف عليه مثلكم تماما لكن لا نستطيع إجباره على الإفطار كما لا نستطيع إجباره على الصوم ومن ثم الأمر يعود في المقام الأول إلى الوالدين التنسيق مع المدرسة لأن الطالب عندها يكون في حوزة الوالدين أو المدرسة أو المشرف الطلابي أو المشرف التدريبي الذي يدربهم على شيء معين فيحس ويشعر بحال الطفل في فهمه وإدراكه وتحصيله سبل المعرفة إلى آخره ومن ثم نستطيع أن يكون هناك توازن وتقدم النصائح كانت من المدرسة أو كانت من البيت من الوالدين إلى الطفل الذي عنده امتحان والتركيز عنده مشوش يا بني أفطر ثم صوم يوما آخر الشرع أباح ذلك لا يأخذ الرخصة وهو في حاجة إليها عنده تدريب معين تدريب بدن شاق يجعله في أمس الحاجة إلى الماء الذي يفقده حال هذه التدريبات ويفقد كميات كبيرة من السوائل قد تؤدي به حالات الصيام هذه إلى الجفاف ومن ثم لابد من التنبيه ومن المراعاة ومن التحذير ومن الأخذ في الاعتبار حالة الطفل النفسية والجسدية والصحية إلى آخره ومن ثم نستطيع أن نتجاوز هذه النقطة نقطة الحرك الذي يكون على أولياء الأمور في المدارس النمسون